الموبايل بيجي بشاشة كويسة جدا وبيدعم الشحن السريع بقوة 40 وط يلا بينا نعرف بقية التفاصيل اهلا بكم مشاهدين وانتبعين قناة مو بي سي النهاردة هنتكلم عن موبايل هنر 30 وهنتكلم عن كل مواصفات الموبايل وكمان مميزاته وعيوبه وكمان في اخر الفيديو هنوضح لك سعر الجاز في مصر وفي السعودية والسعر بالدولار سواء سعر متوقع او سعر رسمي اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفاته السعر ومميزاته وعيوب كل موبايل وكمان مكرنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد مواصفات هاتف هونر 30 هنبتزب الشاشة الشاشة بتجي من نوع قلد وبتجي بحجمه 56% بجودة وبدقة 2400 في 1080 بيكسل ومعدل كسافة بيكسلات 404 بيكسل لكل انش وهنا الكاميرا الامامية جاي على شكل سجم زي كل الهواتف حاليا والشاشة معدل تحدسها 60 هرتز الشاشة بالنسبة للفاة بتاعت الجهاز او السعر اللي انت هتدفعه في الموبايل هتقدمنا قداء كويس جدا يعني هتستمتع بيها كمشاهدة او العاب في جميع الاحوال الشاشة بالنسبة لفاة الجهاز وسعره هتقدمنا قداء كويس جدا لو هنيجي نتكلم على المعالج الموبايل بيك معالج كيرين 985 بدقة تصنيع 7 نانو والمعالج ده بيدعم خدامات الجيل الخامس المعالج ده اداوب ما بين معالج سناب دراجون 845 وسناب دراجون 855 حاجة وسط ما بينهم كده عموما المعالج كويس جدا وهيدي المغداء كويس في العلعاب والتصفح والتنكت بالتطبيقات والبرامج ولكن المعالج ده مش عقو حاجة في الفاة دي ركز معا كويس المعالج هدي المغداء ممتاز ومش هيأثر معاك في اي حاجة بس فيه هواتف تانية بنفس السعر تقريبا بتقدم راقة اقوى وهنوضح الهواتف دي في اخر الفيديو الموبال بيجيب 3 نسخ الاولى 128 جيجا مساعة خلية مع 6 جيجا رام والتانية 128 جيجا مساعة خلية مع 8 جيجا رام والتالتة 256 جيجا مساعة خلية مع 8 جيجا رام والموبال هنا بيدعم تركيب كارت مومري خارجي لحد 256 جيجا ولكن عشان تركيب كارت مومري لازم تشيل خط من الاتنين بالنسبة لكاميرات الموبال الموبال بيجي باربع كاميرات خلفية الاولى 40 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية والكاميرا التانية 8 ميجا بيكسل ودي تلفوتو لعمل زوم لحد 5 اكس بدون ما تخسر اي جودة مع تثبيت بصري والتالتة 8 ميجا بيكسل ودي التصور بزاوية وصعة والربع 2 ميجا بيكسل ودي العزل الكاميرا الخلفية للموبال بتصور في دوت بجودة بمعدل 30 او 60 فريم في الثانية وتصور full HD بمعدل 30 او 60 فريم في الثانية وبتصور HD فقط بمعدل 920 فريم في الثانية بالاضافة لدعمها تثبيت الكتروني اسناء تصوير الفيديو وبالنسبة للكاميرا الامامية بيجي إتنين وتلاتين ميجا بيكسل والكاميرا الامامية هنا بتصور فيديوات بجودة 4K وفيديوات بجودة full HD بالاضافة لدعمها تثبيت الكتروني اسناء تصوير الفيديو بطاريه الموبال تقمح البطارية 4000 ميلا ان بيق البطريح هتقدم غدائي كويس خصوصا المعالج موفل للطاقة بالاضافة اللي عمل الشحن السريع بكوة 40 واط وبتدعم الشحن العكسي بكوة 5 واط الموبايل بيجي بأندرويد 10 وللأسف الموبايل مش بيدعم خدمات جوجل بشكل رسمي وللأسف برضو الموبايل مش بيدعم منفذ السماعات منفذ شحن الموبايل اللي بيجي من نوع طيب سي ضهر الموبايل بيجي من الإزاز معفرين من الألمونيوم الألوان اللي بيجي بيها الموبايل هي الأغدر والرصاصي والأزرق والأبيض والبنفسجي الألوان كتير جدا الموبايل بيدعم مستشهر البصمة وموجودة في الشاشة ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موب بي سي بالإضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة وقبل ما خشت عن المميزات وعيوب الموبايل دعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوفه المميزات والعيوب مميزات موبايل وهنار 30 الشاشة هتدين مغداء كويس جدا البطارية هتدين مغداء كويس بالإضافة لدعمات الشحن السريع بسرعة كويسة الكاميرا الأمامية بتصوير ب4K وبتنعم تثبيت إلكتروني المعالج هتدين مغداء كويس جدا عيوب موبايل وهنار 30 زي ما قلت قبل كده رغم ان المعالج هتدين مغداء كويس جدا بس فيه هواتف تانية بتقدم علاجات أقوى في نفس السعر للأسف الموبايل مش بدعم خدمات جوجل الموبايل مش بيشغل خطين وكارته مرية في نفس الوقت الموبايل لا يدعم منفذ السماعات ودلوقتي هوضح سعر الموبايل في مصر وفي السعودية وسعر إطلاق الموبايل عايزك بس هتعرف إن سعر الموبايل في مصر وفي السعودية دي أسعار متوقعة ودلال الموبايل لسه منزلش مصر ولا السعودية ولما يتعنعن على السعر الرسمي هنكتب تحت في الكومنتات تم إطلاق الهاتف في الهند نسخة 128 جيجا مساحة خلية مع 6 جيجا رام․ 440$ نسخة9 سح TK مع 8 جيجا رام․ 470$ نسخة 56 جيجا مساحة خلية مع 8 جيجا رام wom looking $' 515$ السعر المتوقع في مصر النسخة الأولى 7500 جنيه النسخة الثانية 8200 جنيه النسخة التالتة تسع اتلاف جنيه السعر المتوقع في السعودية النسخة الأولى 1800 ريال النسخة التانية الف تسعمائة وستين ريال النسخة التالتة الفين مية وخمسين ريال ومن الاخر كده ايه الموبايل المنافس للموبايل ده او الموبايل اللي في نفس فاته شاومي بوكو اف توب رو يعتبر منافس جدا لنوبايل هونر تلاتين لو هنتكلم عن اداء هونر بيجي بمعالج كيرين تسعمائة خمس وتمانين وشاومي بيجي بمعالج سناب درجون تمنوية خمس وستين وهنا معالج شاومي تفوق هونار بيجي بشاشة O geez verdade والشاومي بشاشة super 잘못 وهنا الاتنين زي بعض هونار بيجي ببطارية ملا ام بي, وشاومي بيجي ببطارية 4700 ملا ام بي وهنا بطارية شاومي تتفوق هونار بخدمات جوجل بشكل رسمي ولكن شاومي يدعم حدامات جوجل بشكل رسمي وهنا شاومي تتفوق هونار يدعم الشحن السارع بكوة 40 واط وشاومي يدعم الشحن السرع بكوة 30 واط وهنا هونر تتفوق تعالوا بقى نشوف فرص سعر ما بينهم مع القلل من سعر الجهازين اسعار متوقعة وده لانهم لسه منزولوش مصر سعر هونر المتوقع نسخة 150 جيجا مساعة خلية مع 8 جيجا جرام 9000 جنيه سعر شوه المتوقع نسخة 150 جيجا مساعة خلية مع 8 جيجا جرام 9500 جنيه من خلال الموقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الاسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارم من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب موك بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي اخر الفيديو لو فيه موبايل معي انا عايزين اللي عملينه مراجعة اكتب اسمه في التعليقات وكمان من ستمنى رقف موبايل هونر 30 هتمنى يكون الفيديو عائبكم اعمل اخر الفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة